بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكر انتصارات العاشر من رمضان وخلال التهنئة أكد وزير الداخلية أن في مثل هذا اليوم من كل عام تتجدد ذكريات أيام مجد خالدات سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن ومن أجل رفعته واستقلال أراضيها كما بعث وزير الداخلية برقية للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وبرقية أخرى للفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مهنئا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بهذه المناسبة الجليلة